مرحبا وأهلا بكم في عرض توضيحي لمنصة الأدلة الرقمية E3 من Perabon أنا أدوان الشخصية الرقمية لمنصة E3 وسأكون مرشدك خلال كيفية تعامل منصة E3 مع أنواع الأدلة الرقمية المهمة أولا سنبدأ مع بيانات القرص الصلب في نظام ويندوز بنجرد تحميل الأدلة المتعلقة بنظام ويندوز إلى ملف القضية جنب البدء بالنظر في شجرة تقديم البيانات Data Triage كما يمكنك رؤية قد قامت منصة E3 بجمع بيانات ثمينة وعرضها بتنسيق سهل التصفح يمكننا رؤية العديد من أنواع البيانات المهمة في فرع تقديم البيانات Triage مثل قواعد الدردشة وقواعد البريد الإلكتروني والصور وقاعد السجل Registry والمزيد دعونا نلقي نظرة أقرب على قواعد البريد الإلكتروني هنا يمكنك رؤية ملف تخزين Outlook وعندما ننقر أعمق في الأرشيف سنرام جلد IPM Subter الذي يحتوي على البيانات التي نبحث عنها هنا يمكنك رؤية العناصر المحذوفة وصندوق الوارد وصندوق الصادر والرسائل المرسلة وعندما ننقر بعمق في صندوق الوارد يمكننا رؤية رسائل البريد الإلكتروني مع تفاصيل إضافية مثل الموضوع والمرسل والمستلم وتاريخ الإنشاء وتاريخ الإرسال وتاريخ الاستلام بإمكاننا بعد ذلك ننقر على رسالة بريد إلكتروني محددة لرؤية المحادثة تماما كما نراها في تطبيق Outlook وفي علامة الخصائص يمكننا رؤية معلومات حول الملف المحدد وعند النظر في عناصر البريد المرسلة سجد أن العرض مشابه للغاية الآن دعونا نلقي نظرة على بيانات متصفح الإنترنت يمكننا أن نراهن أن المتصفح هو Google Chrome عندما نلقي نظرة أقرب يمكننا رؤية سجل البحث بما في ذلك تاريخ الزيارة وعنوان أرل يمكننا أيضا الأثور على هذه المعلومات في علامة الخصائص داخل هذا الأرشيف للمتصفح يمكنك أيضا الأثور على التنزيلات والكلمات الرئيسية وبيانات تسجيل الدخول وملفات تعريف الارتباط الكوكيز يمكنك أن ترى هنا أننا نلقي نظرة على الإشارات المرجعية مشابهة لما نراه في قسم تاريخ المتصفح الآن دعونا نلقي نظرة على بيانات سجل التسجيل شجرة سجل التسجيل تبسط قدرتك على الأثور بسرعة على معلومات مهمة في سجل التسجيل فقسم الأجهزة يمكنه أن يقدم لك معلومات حول الأجهزة المتصلة هنا يمكننا رؤية قائمة بالأجهزة المرتبطة بما في ذلك التفاصيل داخل نافذة الخصائص يمكننا أيضا البحث عن معلومات حول الطابعات المتصلة وأجهزة التخزين بالنسبة لآخر مثال دعونا نتجه اهتمامنا إلى قسم الجدول الزمني تايم لاين الجدول الزمني الملخص يمنحك نظرة مفصلة على الأحداث بما في ذلك تاريخ وقت حدوث الحدث يمكن أن تعرض نافذة الخصائص نفس المعلومات أيضا يمكننا أيضا أن نرى جدول الذاكرة المؤقتة للتطبيقات أم كاش تايم لاين وجدول ذاكرة التخزين الموقت للتطبيقات شم كاش تايم لاين ويمكننا أيضا فحص جدول إلغاء التثبيت أن انستول تايم لاين الذي سيظهر لك متى تم إلغاء تثبيت التطبيق كما يمكنك رؤية من خلال هذه الأمثلة أن شجرة الفرز البيانات لديها الكثير لتقدمه تنقي أهم أنواع البيانات تلقائيا الآن سنغير تركيزنا ونلقي نظرة على جهاز أبل آيوز أولا سنقوم بتوسيع فرع بيانات نظام التشغيل آيوز لبدء فحص البيانات المحللة كما ترون هناك العديد من أنواع البيانات المختلفة المتاحة مثل الخصائص والتطبيقات الأصلية وكلمات المرور والرسائل لنلقي نظرة أقرب على الرسائل هنا يمكننا رؤية حساب المستخدم وعلامات الرسائل المرسلة والمقروعة وتاريخ القراءة وتاريخ الإرسال والمرفقات ورقم المرسل ورقم المستلم ونص الرسالة نفسه يمكننا أيضا ننقر فوق الرسالة المحددة وعرضها في نافذة الخصائص لعرض معلومات مشابهة الآن سنقوم بفحص مجلد التطبيقات الأصلية التي تحتوي على بيانات صحية كما يمكنك أن ترى هناك أنواع مختلفة من البيانات مثل معدل ضربات القلب، معلومات المستخدم، عدد الخطوات، المشي، الرحلات المتسلقة، والنوم عن طريق النقر على معدل ضربات القلب والتمرير لأسفل، نرى أحداث معدل ضربات القلب بما في ذلك تاريخ البداية وتاريخ الانتهاء ومعدل ضربات القلب في الدقيقة، وسم الجهاز، ومنطقة زمنية للجهاز كالعادة، يمكننا ننقر على الحدث وعرض تفاصيله في نافذة الخصائص المرة القادمة، سنقوم بالنقر فوق خيار النوم ويمكننا عرض الإدخالات لأحداث النوم بما في ذلك تاريخ البداية وتاريخ الانتهاء، وسم الجهاز، ومنطقة زمنية للجهاز يمكننا أيضاً عرض كلمات المرور المخزنة عن طريق فحص مجلد البيانات العامة يمكننا أن نرى خيار كلمة مرور واي فاي قم بالنقر فوقه لعرض الشبكات التي قام الجهاز بالاتصال بها وعرض معلومات مثل اسم الشبكة وكلمة المرور وتاريخ الإنشاء المرة القادمة، سنقوم بفحص مجلد بيانات كلمات المرور على الإنترنت وكذلك كلمات مرور النماذج على الويب يمكننا أن نرى وجود مدخلين أحدهما لمقع فيسبوك دوت كوم والذي يتضمن بيانات تسجيل الدخول إذا لزم الأمر، يمكننا استخدام هذه البيانات لجمع البيانات في السحابة الخاصة بفيسبوك يمكن الأثور على بيانات تسجيل الدخول لفيسبوك في مجلد بيانات المصادقة يمكن استخدام هذه البيانات للوصول إلى البيانات في السحابة وسأقوم بشرح ذلك لك لاحقاً في العرض التوضيحي المرة القادمة، سنقوم بفحص مجلد بيانات كلمات المرور على الإنترنت وكذلك كلمات مرور النماذج على الويب يمكننا أن نرى وجود مدخلين أحدهما لمقع فيسبوك دوت كوم والذي يتضمن بيانات تسجيل الدخول إذا لزم الأمر، يمكننا استخدام هذه البيانات لجمع البيانات في السحابة الخاصة بفيسبوك يمكن الأثور على بيانات تسجيل الدخول لفيسبوك في مجلد بيانات المصادقة يمكن استخدام هذه البيانات للوصول إلى البيانات في السحابة وسأقوم بشرح ذلك لك لاحقاً في العرض التوضيحي الآن سنستخدم E3 لإجراء استحصال أندرويد أنقر فوق، معالجة بدء الاستحصال وحدد نظام التشغيل أندرويد هناك خيارات استحصال متعددة، اعتماداً على نوع البيانات التي ترغب في استحصالها في هذا المثال، سنقوم بأداء استحصال منطقي مخصص وتنفيذ منهجية تخفيض التطبيق للوصول إلى بيانات واتساب بعد ذلك، قم بمسح جميع الميزات المحددة وحدد نسخ احتياطي آدب فقط، ثم نقر على متابعة سترى خيار تخفيض إصدارات التطبيق أثناء عملية الاستحصال حدده بالإضافة إلى ذلك، سنحتاج أيضاً إلى تحديد ملف أبك الخاص بنا لأسلوب التخفيض ملفات أبك متاحة للتنزيل على مقع بيرابن بنجرد اكتمال التكوينات الخاصة بنا، سنبدأ في عملية الاستحصال خلال عملية الاستحصال، ستحتاج إلى إلاء انتباهك للجهاز الاندرويد المتصل، حيث سيطلب منك عدة مرات التفويض إذا فاتتك هذه الرسائل، ستفشل عملية الاستحصال، وستحتاج إلى إعادة بدء العملية الاندرويد قام بطلب التفويض لتمكين وضع التصحيح على الجهاز بمجرد الموافقة عليه، سيبدأ في تخفيض التطبيق كما ترون، يتم تخفيض تطبيق كوم دوت واتساب ثم، سيطلب التأكيد على عملية النسخ الاحتياطي على الجهاز يجب أن ترى خياراً بأن تقوم بعمل نسخ احتياطي لبياناتك على شاشة الجهاز ثم، سيقومي 3 باستعادة الإصدار الأصلي للتطبيق عند الانتهاء، سيقومي 3 تلقائياً بإضافة الأدلة إلى ملف القضية الآن يمكننا فحص ملف كوم دوت واتساب عن كثب عرض قاعد البيانات SQLite لفحص الرسائل المخزنة هنا يمكنك رؤية معلومات الرسالة، بما في ذلك البيانات النصية في فرع الفحص لبيانات الهاتف المحمول، يمكننا رؤية معلومات الجهاز بما في ذلك رقم بطاقة سمو إصدار البرامج الثابتة ورقم الطراز في هذا المثال التالي، سنستكشف جدول نشاط المستخدم على صورة الحصول المنطقي لجهاز جوجل بيكسل 4 الذي يعمل بنظام أندرويد 12، جدول نشاط المستخدم هو ميزة قوية في برنامج E3 وتوفر لنا نظرة مفصلة على ما كان يفعله المستخدم ومتى كان يفعل ذلك على أساس الثانية بالثانية على سبيل المثال، إذا نظرنا بعناية في العمود النوع، يمكننا رؤية إدخالات تشير إلى عندما تم نقل التطبيق إلى الخلفية في هذا القسم التالي، سنستكشف خيارات استيراد السحابة في برنامج E3 من خلال معالج استيراد بيانات السحابة، يمكننا إضافة حسابات باستخدام بيانات اعتماد معروفة لحساب هدف في هذا المثال، سنقوم بإضافة حسابي فيسبوك وفيسبوك ماسنجر لجمع البيانات ابدأ بإضافة بيانات الاعتماد ونقر على المصادقة بعد ذلك، ستكون لديك خيار تحديد نطاق تاريخ مخصص وبيانات محددة تتعلق بنوع الحساب في هذا المثال، سنقوم باختيار الكل بد استيراد بيانات السحابة بمجرد اكتمال عملية الاستحواذ، سيتم إضافتها تلقائيا إلى ملف الحال الخاص بنا عند فحص أدلة ماسنجر فيسبوك، نرى وجود مرفقات محادثات معلومات عن الصفحة الشخصية في قسم المحادثات، يمكنك عرض الرسائل مع معرف المرسل وسم المرسل إذا كانت للرسالة مرفقات ترغب في مشاهدتها، انقر فوق انتقل إلى البيانات لعرض المرفقات في أدلة فيسبوك، نرى وجود مرفقات معلومات عن الصفحة الشخصية والأصدقاء خلاصة الأخبار والألبومات قائمة بألبوم الصور في قسم خلاصة الأخبار، يتم سرد جميع المنشورات بما في ذلك تاريخ الإنشاء والمرسل ونص المعاينة وعنوان أرلو أي مرفقات مرتبطة بالمنشور في قسم الأصدقاء تظهر اتصالات المستخدمين الآن سنعود النظر في بيانات المصادقة من الجهاز آيوز التي تم مشاهدتها في وقت سابق قم بالانتقال مرة أخرى إلى مجلد بيانات المصادقة ونقر بزر الماوس الأيمن على الملف .bin للمصادقة وقم بتصديره ثم انقر على معالج استيراد السحابة وإضاف الملف المصدق إليه سيقوم الملف المصدق بملء المعالج بحساب أمازون أليكسا ستمنحك بيانات المصادقة الخيار لتحديد نطاق تاريخ مخصص والبيانات المستهدفة بمجرد اكتمال عملية الاستحواذ سيقوم E3 بإضافتها إلى ملف القضية لدينا تحت مجلد استيراد السحابة سجد أنواع بيانات مختلفة تحت الفعاليات هناك إدخالات للأوامر التي تم منحها لأليكسا مع الملفات الصوتية الفعلية المرتبطة بالنص للاستماع إلى هذه الملفات ونقرب زر الماوس الأيمن داخل E3 ثم افتح ملف الصوت باستخدام مشغل الوسائط الخاص بك تم تصميم واجهة E3 لتكون مبسطة وتقدم مجموعة متنوعة من الطرق لبدء الأوامر مثلا يمكن تشغيل معظم المهام بالنقرب زر الماوس الأيمن هنا لدينا خيارات للبحث تحليل المحتوى أو إذا كنت تفضل يمكنك استخدام علامة التحليل عندما تقوم بفتح معالج تحليل المحتوى سترى خيارات للفرز والفهرسي وأداء التعرف الضوئي على النصوص وفحص ملفات بي لاكتشاف البرمجيات الخبيثة الإلوس ندريات التالية في المعالج تقدم خيارات أخرى لتحليل البيانات استنادا إلى احتياجاتك يمكن أيضا استخدام إضافة إيثر المسمام حل للصور لتصنيف الصور استنادا إلى مجموعة متنوعة من الأنواع في هذا المثال لقد أكملت بالفعل عملية تحليل المحتوى لذا سننتقل إلى علامة الملفات المرتبة والتي تحتوي على جميع البيانات في ملف الحالة مرتبة في فئات مختلفة تشمل هذه الفئات المستندات والرسائل الإلكترونية والإدراجات والرسومات وقواعد البيانات وسائط متعددة والمزيد من ذلك بكثير يمكن عرض المستندات في نافذة الخصائص هذا جدوى البيانات في عارض الملفات يمكن أيضا عرض الرسومات وقواعد البيانات سيكوال لايت ومقاطع الفيديو وفئات أخرى بنفس الطريقة من أجل الكفاءة يحتوي إيثري على وظيفة البحث في الملفات المفرزة والتي تسمح لك بالبحث بسرعة حسب اسم الملف ونوع الملف وقيمة تجزئة ND5 هناك وظيفتان أخريان للبحث البحث المتقدم والبحث بالكلمات الرئيسية البحث المتقدم يسمح لك بتوسيع إمكانيات البحث عبر استخدام التعبيرات المنطقية والتعبيرات العادية والبحث البسيط وظيفة البحث بالكلمات الرئيسية هي خيار آخر يتيح لك البحث عن كلمة محددة أخيرا تحليل الصور هو وظيفة أخرى قوية ستقوم بفرز الصور إلى فئات بناء على محتواها مثل العملات والكحول والمخدرات والمقامرة شكرا لكم على مشاركتكم في هذا العرض التوضيحي لإيثري الرجاء التواصل معنا للحصول على عرض توضيحي مباشر لأي ميزة معينة تودن استكشافها بمزيد من التفصيل اشتركوا في القناة